اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسس في سنور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيلها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح فرؤيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانيك هو الأبثر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يقذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم لإينا في قريش إينا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ترليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعسف مأكل بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكل يمزت اللمزة الذي جمع مالا وعدله يحسب أن ماله أخلده فلا لينبذن في الحطمة وما أدراك مالحطمة لار الله الموقدة التي تطلع على الأفئلة إنها عليهم مؤسدة في أعمل ممددة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المطابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم والعاليات ضبحا فالموريات قبحا فالمغيرات سبحا فأثر به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصين ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليوروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو سحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحدي الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم اطرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اطرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خلا إن الإنسان ليطغى الرآح استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى وسيجنبه الأشقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عيده من نعمة تجزى إلا ابطغى بسم الله الرحمن الرحيم اطرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اطرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآح استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتخل نصفا من ناصية لاصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية خلا لا تطعه اسجد واكترب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أصفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألن نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ذهرك وارفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم فالدحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما طلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فطردى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضولا فهدى ووجدك عائنا فاغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأوثى إن سعيكم لشطى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لغيسرا وأما من بخل واستغنى وكذاب بالحسنى فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نار تلضى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يردى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس ودحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح ما زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فذندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا قباها بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان فيك أبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبلا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح مالعقبه وما أدراك مالعقبه فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مصوبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا مقربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤسدة بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والبطن والليل إذا يصد هل في ذلك قسم لذيهج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما فأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا فلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التر وثاكلا لما وتحبون المال حبا جما فلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجي يومئذ بجهنى ويومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقولوا يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فلا يوسق وساقه أحد يا أيها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرية فادخني في عبادي فادخني جنتي بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من دريع لا يسمن ولا يغني من جوع هجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأقوار مودوعة ونمارق مصفوفة وجربي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ستحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك للجسرى فذكر إن نفعك الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي السحف الأولى سحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم فالسماء والطارق فما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فيا ذل الإنسان من مخلق خلق من ماء ذاقق يخرج من بين السلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذاة الرجع والأرض ذاة الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهر الكافرين أمهرهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذاة البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون للمؤمنين شهود وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين هم ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا فالصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشليد إنه هو يبدو ويعيد وهو الغفور الولود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وسرود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد في لوه محفول بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الرنسان إنك كانح إلى ربك كالحوق ملاقي فأما من أوتي كثابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يصيره وينطلب إلى أهله مصرورا وأما من أوتي كتابه وراء ذهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مصرورا إنه ذنأ لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسط والقمر إذا التسط لتركبن طبق عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اختالوا عن الناس يستوفون وإذا كانوا من وزنهم يخسرون ألا يذن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين فما أدرك ما سجين كتاب مرقوم وإن يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب بيه إلا كل معتل نثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال ساطير الأولين كلا بمهرون على قلوبهم ما كانوا يخسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمهجومون ثم إنهم لصور الجحيم ثم يقول هذا الذي كنتم به تكذبون فلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم يشهله المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك يا ذرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من روحيك مختون ختامه مسك وفي ذلك فرية نافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب من المقربون إن الذين جرموا كانوا من الذين آمنوا يدحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا روهم قولوا إن هؤلاء الضرون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يلحكون على الأرائك ينذرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور مؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خرضك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفسها شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشال عتلت وإذا الوحوش مشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤولة سئلت بأي ذا من قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة زلفت علمت نقصنا أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الأنس والليل إذا عسعس والسبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي الأرش مكين مطاع ثمامين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه من الأفق المبين وما هو على الغيب بالنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه العمى وما يدريك العدله يزكى أو يذكر فتفعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاك يسعى وهو يخشى فآت عنه تلهها كلا إنها تذكرة فما شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفد خلقه فقدره ثم السبيل يجره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء آشره كلا لما يقدما أمره فلينذر الإنسان إلى طعامه أنا صب من الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأمثنا فيها حبا وعنبا وقربا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاد الصخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وابيه وصاحبتي وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مصفرة أولئك مستمشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرالفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا يظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوالي المقدس طوا إذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل كي لا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأرواه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنالا فقال أنا ربكم الرعلا فأخذه الله هناك من الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخجى أآتم شر خلقا أم السماء بناها رفع سمكا فسواها وأغتش ليلها وأخرج بحاها والأرض بعد ذلك نحاها أخرج منها ماها ومرعاها فالجبال أرساها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغر فآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خوف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما آت من ذكرها إلى ربك موتهاها إنما أنت موذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو دحاها بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم مزواجا واجعلنا نومكم صباتا واجعلنا الليل نباسا واجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا واجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج بي حبا ونباتا وجنات نرفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يوفخ في الصور فتحكون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرسالا للطاضين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شربا إلا حميما ورساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآلاتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيلهم إلا عذابا إن للمتقين مفازا هدائط وعنابا وكواعب طرابا وكأسا بحاقا لا يسمعون فيها لرا ولا كذابا جزاء من ربك عطوا حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول الروح والملائكة صفا لا يتكرمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فما شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا طريبا يوم ينظر المرع ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت صوبا صدق الله العظيم اشتركوا في القناة